مجلس مدعوم من الإمارات وحكومة مدعومة من السعودية هكذا انقسم المشهد في جنوب اليمن خلال السنوات الماضية دولتان في تحالف واحد استخدمت كل منهما أدواتها لتحقيق تجاذبات وصلت في عدة مرات إلى حدها الآن ترفض الرياض بشكل قطعي إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي إقامة إدارة ذاتية على محافظات الجنوب عبر بيان وزاري سعودي واضح بيان على إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياضي الموقع في نوفمبر 22 الفائت بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب ووقف القتال الذي كان مستعيرا منذ أشهر الإمارات تقول إنها تؤيد الموقف السعودي وأيضا وزير الخارجية الأمريكي يقول إن بلاده قلقة من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي مشيرا إلى أن مثل هذه التحركات الأحادية الجانب تهدد بتعقيد جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لإحياء المفاوضات السياسية بين الحكومة وأنصار الله المبعوث الأممي بدوره يطلب من جميع الأطراف السياسيين التعاون بحسن نية والامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية ووضع مصالح اليمنيين في المقام الأول قد توحي هذه المواقف إذن بأن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يصغي إلى أي أحد وأنه أعاد تمتين التوافق بين مكونات التحالف ولكن هذا غير وارد في المعادلة هناك التي تفتقر إلى استقلالية القرار وهذا يعني أن الشهية لا تزال مفتوحة على جنوب اليمن الذي سيسهل اقتياده والهيمنة عليه إذا وقع فريسة أي انفصال شكرا